تشهد الحرب الروسية الأوكرانية منعطفاً جديداً حيث بدأت كييف الاعتماد على المسيارات البحرية لمعصلة الاستهداف المتكرر للأسطول الروسي في مناطق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم موسكو وفي ردها على تلك الخطوة الأوكرانية أجرت تدريبات للأسطول الشمالي ببحر سيبيريا الشرقي قامت خلالها بمحاكاة التصدي لزوارق مسيرة معادية البحرية الروسية اختبرت أيضاً خلال التدريبات زورق المشروع 12418 الذي يصنف ضمن زوارق الصواريخ الموجهة في استراتيجية عسكرية جديدة تتبعها روسيا من أجل مواجهة القوارب والزوارق المسيرة بعد أن تسببت في أضرار بالغة الزوارق الروسي الجديد يمتلك أنظمة خاصة بالتشويش وراداراً لكشف الأهداف الجوية والبحرية ونظام تحكم في المدفعية وأنظمة حماية إلكترونية ويمكنه تدمير المسيرات البحرية وسفن النقل والإنزال وتسعى موسكو لإحباط أهداف كييف التي تنضي بخط ثابتة في استخدام المسيرات البحرية من أجل استهداف السفن والقواعد والأهداف البحرية الروسية ومع التكثيف الأوكراني باستخدام المسيرات البحرية وتحديث موسكو أنظمة مضادة لها يدخل الصراع الأوكراني الروسي مرحلة جديدة قد تترك تأثيرات على مستقبل الحروب البحرية في ظل تزايد المخاوف من بناء مسيرات بحرية أكبر حجما وتسليحا هذا ما أصبح عليه المشهد الروسي الأوكراني بعد تسعة عشر شهرا من الحرب بين موسكو وكييف تطورت فيها أساليب القتال من الأسلحة التقليدية إلى استخدام المسيرات سواء الجوية أو البحرية موسيقى